دفع ما قيمته 500 إلى 1000 دينار جزائري على كل مناسبة عائلية تقام ما بين الساعة الثامنة صباحا إلى الرابعة مساء ودفع 1000 دينار جزائري وأكثر على كل مناسبة عائلية تقام على الساعة السابعة مساء فما فوق هكذا صدم رئيس بلدية أهل أقصر شرق ولاية البويرة شباب المنطقة عبر تعليمة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعليمة اعتبرها سكان المنطقة بمثابة ضريبة على أفراحهم فيما يرى المسؤول الأول عليها أنها مجرد إضافة مالية لخزينة البلدية تسمى بضريبة الأفراح هذه موجودة قانونيا وتختلف من بلدية إلى بلدية كان بلدية لي خلصوا 10 ألف كان 20 ألف كان بلدية مثلا بلدية البويرة 110 ألف من هذا المنبر راح نطلبه إن شاء الله من سيد الولي كذا من رؤساء البلدية خاصة للمجالسي أنها عن طريق مداولة باش يسهلوا للشباب انتعنا تكون ضريبة رمزية عزوف الشباب على الزواج بسبب غلاء المعيشة وغلاء تكاليفه يضاف إليها ضريبة على إقامة العرس فهل يعقل ذلك؟ ترجمة نانسي قنقر